هس من الممارسات اللي المهم تتعلمها وهي تجنب فتح ملف وعدم غلقة فأكو بعض الأدوات البرمجية موجودة بالبايثون ممكن تفيدك في هذا الموضوع مثلا استخدام الأمر with هذا الwith ممكن يفتح لك block كامل خاص فقط للتعامل مع الفاير خلنا نتعلم شلون مثلا هذا open ونفتح file dot text text لغرض الكتابة مثلا write as وهنا تنطي الvariable name اللي رح يحوي الأوبجكت الراجع من الopen ورها يبدي تفتح block مثل ما تلاحظ عندنا هذه الكولن فمعناتها الكود اللي جاي رح يكون ضمن block خاص بالwith فممكن نسوي عمليات مثل f write مثلا hello world اوكي نسوي عمليات write ثانية ايان كان القيم وبعدها احنا المتعودين لازم نسوي close صح لو لا وبعد ما يخلص التعامل مع هذا الفايل نبدي نسوي f.close لكن تجنبا هذي المشاكل وانه احنا ممكن ننسى هذا الif close البلوك هذا الwith يختصر علينا هذا الموضوع مجرد انه انت طلعت من البلوك هذا من مجرد انه انت طلعت من هذا البلوك مثل ما تلاحظ الازاحة اوكي انت رحت هنا انا مجرد انه ترجع المسار البرنامج الاصلي وتخلص من هذا البلوك الخاص بالفايل دايركت البايثون رح تعرف انه انتهى العمل بهذا الفايل لان وظيفة هذا البلوك انه هنا رح نشتغل اي شيء يتعلق بهذا الفايل بمجرد انه احنا نخلص ونرجع المسار البرنامج الاصلي اذا انا اطلب من البايثون انه هي تقوم بعملية الكلوز بشكل اوتوماتيكلي فهذه فائدة الwith انه هي رح تقوم بعملية الكلوز فايل وخلي نجرب هذا الشيء بشكل عملي رح اسوي run اوكي سويت run اذا اروح للفولدر multi رح اقل هذا الفايل انكتب بي الhello world ومحمد فاضل احنا بما انه ما سوينا close المفروض اذا اسوي لحذف لهذا الفايل يعترض علي نسوي delete مثل ما تلاحظون صار لا delete رغم انه انا مسوي لopen وما سويت close ليش لان الكلوز صارت ضمنيا ما يحتاج انه انا اسوي close فهذه من الممارسات الحلوة تتعلمها حتى تتجنب الوقوع بالخطأ او تستخدم الطريقة العادية انه هي ال f يساوي وهذه يشيلها ونستخدم الكود البرمجي هسه رح اساوي run طبعا الفايل كل مرة رح يمسحه ويخلي البيانات من جديد مثل ما تلاحظون البيانات صفر ليش لانه البرنامج بعد ما صار لا close حتى اذا اريد اسوي ل delete رح يعترض علي يقول لي انه هذا الفايل تحت الاستخدام فاسوي cancel الى انا اسوي f.close بعدها رح استطيع انه اشوف البيانات اللي انكتبت على هذا الفايل وايضا استطيع انه اسوي ل delete مثل ما تلاحظون صار delete فحتى لا تنسى ال close ممكن انت تستخدم ال with the block with open as f تفتح block اوكي وهذه كلها اي شي يتعلق بالفايل والتعامل مع الفايل تخلي داخل هذا البلوك هالمرة direct اذا نروح على الفولدر نحن نلقي الفولدر يشتغل وما يحتاج حتى اسوي close اشتغل 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 اشتركوا في القناة